إذا جبت المبلغ الكبير وعملت كل هذه الاستعدادات وكل هذه الإجراءات مرة أخرى هل ده بيحل الأزمة؟ برجع أقول لا هو بيبعدك عن حفة الهواء لكن هتفضل هناك أسئلة مفصلية إيه الأسئلة المفصلية؟ طيب لو عملت تحريك جزئي وليس كلي السوء السوء ده هدس بقك مرة تانية فتبقى أنت عملت منتصف الطريق والسوء السوء ده هتسبقك حتى لو أنت متخيل أن فلوس المصريين هترجع والثقة وكذا محتاجين ثقة أكبر وأطول فواحد الجزء مش هينفع لو عملت بقى تحرير كلي طب ماذا سيحدث في الأسعار؟ ما الأسعار هتنط منك ومش برضو مش هتقدر عليها والناس لن تتحملها الحقيقة دي كلها أسئلة صعبة لا أملك إجابتها طيب السؤال الثالث لازم كمان يكون عندك مبالغ لحزمة اجتماعية ضخمة تسند بيها الناس وبصراحة مش هتقدر تطبع لأن أي طبع طباعة نقود هي مزيد من التضخم وإنت بتحاول تقلل التضخم فأنت طباعة نقود دي كارثة فأنت عندك هنا سؤال ثالث وتحدي ثالث طب هتعمل إيه في التضخم مع أي ديفاليواشن أي تحريك في سعر السعر العملة هتعمل إيه في التضخم؟ إزاي الحكومة مستهدفة أنها توصل في الربع الرابع من هذا العام لون ديجيت أو لأنها يكون تخفيض التضخم لخمسة في المية زي ما قالت في الوثيقة إزاي؟ منين؟ هتعمل إيه في التضخم؟ طب لو عملت كل ده دون أن تغير طريقة التفكير الأساسية والسياسة الاقتصادية وتحقق تراجع حقيقي في دور الدولة وتفسح الطريق بوضوح للقطاع الخاص وتكون لديك شفافية في إسناد المشروعات ويكون لديك تحسين في أداء مرفق العدالة وسرعة مرفق العدالة خاصة في الجزء الاقتصادي وتغير المنظومة الضريبية القائمة على الجباية لو ما عملتش تغيير حقيقي في هذه السياسات فكل اللي احنا بنعمله لا قيمة له ونكون نحرث في البحر